بسم الله الرحمن الرحيم نكمل lower limb مع الheb and femur ونبدأ بالheb fracture الheb fracture ده هيجيب لي عجوز وقع على الأرض أي عجوز يقع على الأرض توقع على طول أنه ممكن يكون كسر الheb النكس تستيب بإيه؟ أن أنا أعمل x-ray حتى لو ما فيش سيمتمز النكس تستيب أعمل x-ray طيب لو فيه سيمتمز هيجيب لي السؤال إزاي؟ هيجيب لي السؤال أن old age سستين فول جايلي بهب بين واكترنل روتيتد وشورتند لج طيب التيبس؟ عندي ثلاثة أنواع للتيبس بتاعة الفيمر كلهم بيتقال عليهم كده hip fracture الأول حاجة اللي هو الفيمرال نك الحاجة الثانية الانترتروكانتريك فراكشور والثالث أن الفراكشور يكون في الشافت بتاع الفيمر بعد ما عملت العملية للثلاثة أنواع بتاعة الheb fracture بعمل anti-coagulation لازم أعمل anti-coagulation كقاعدة أي عملية أي major surgery أكتر من 45 دي لابد أن أعمل anti-coagulation عشان prevent DVT وبالتبعية سأعمل prevention لنين للbelmmonary embolism كل عملية أو كل شيء ينجم عنه أن الpatient immobilized المobilization ده risk factor للbelmmonary embolism والDVT هنتوقف شوية مع australian guidelines بالنسبة للestrombo embolism أو البروفلاكتك anti-coagulation ده مهم أنا بعمل البروفلاكتك anti-coagulation بإيه؟ بالlow molecular weight heberin لو جالي في الاختيارات أي حاجة تانية ما بختارش غير low molecular weight heberin طيب أعمله المين؟ بعمله لأي حد دخل major surgery major surgery يعني أكتر من 45 دقيقة طيب بعملها المدة الده لو في major surgery بياخد اللوم molecular weight heberin من 7 إلى 10 طيام طيب في حالة الهيب سيرجري اللي هي 3 أنواع الفرقشر اللي احنا خدناها دي بياخدها المدة الده بياخدها المدة 28 ل35 يوم بياخد اللوم molecular weight heberin الفترة دي كلها من 28 ل35 يوم طيب في حالة النيري بليتمنت أخف شوية ممكن ياخد 14 يوم يبقى على حسب الخطورة أو الفترة بأكتر حاجة هو الهيب سيرجري من 28 ل35 يوم لوم molecular weight تاني حاجة اللي هو النيري بليتمنت سيرجري بياخد 14 يوم ثالث حاجة اللي هو الميجور سيرجري بياخد من 17 إلى 10 طيام وبرضه لما يقول لي لحد البيشنط أي سيرجري آخر لحد البيشنط ما يبقى immobilized عفوا موبيلايز لما يجي يسألني عن أنا بعمل باللوم molecular weight heberin ولا unfractioned heberin ولا الwarfarin ولا الاسبرين ولا كلوب دو جريل لا ما بعملش غير قولا واحدا باللوم molecular weight heberin البيشنط على اسبرين هل أوقف الاسبرين قبل ما يخش يعمل عملية الهيب فراكشر ولا أكمل الاسبرين نطرك المهندد إن هو يكمل على الاسبرين نوقف الاسبرين طالما مش indicated يعني لو هو patient عنده stroke أو عنده unstable engine أو حاجة من دي ساعتها أكمل على الاسبرين عادي يبقى بس وقت اللي هو indicated له مش indicated يبقى وقف ويدخله العملية طب الكلوب دو جريل كلوب دو جريل ما يتوقفش خالص بنكمل عليه عادي طب يجي لي السؤال بيجي لي سؤال كتير بيتكرر في الامتحانات في الركولز يقول لي patient رايح يعمل رايح يعمل هيب سيرجري وهو على كلوب دو جريل هل أأخر السيرجري ولا هل أشيل كلوب دو جريل ولا هل أعطي بروفلاكتك باليتلت ولا أكمل السيرجري على طول طبعا الحل والاختيار إن أنا أكمل السيرجري على طول الGuide lines الإسترالية بتقول لي ما أعملش دي ليلة سيرجري ما أديش بروفلاكتك باليتلت وأكمل بالكلوب دو جريل ما فيش أي مشكلة بالنسبة للنيئ أرثروباسي منظار الركبة هل ده نعمل له ثرومبو بروفلاكتك لا ما بنتعاملش فقط في حالة نير بلاسمنت إن أنا بستبدل النيكا كل دي لأنا ممكن أعمل فيها ثرومبو بروفلاكتك وعرفنا لمدة 14 يوم إنما النيئ أرثروباسي ما أعملش فيها أي ثرومبو بروفلاكتك أفضل بالنسبة للأنالجيزيك أفضل أنالجيزيك بنستخدمه هو إن إحنا نعمل السيرجري على طول الهيب فراكتشور طيب بعد السيرجري بنستخدم إيه للأنالجيزيا هو البروفلاكتامول ولو ما أجابش نتيجة بننتقل على الأبيويد وطبعا قبل مبادة الأبيويد لدي ما أشوف البن والكرياتين الفيمورال نيك فراكتشور ده أكتر ناس معرضين لو حصل ديسبليثمنت في المكان ده ده الفيمورال اللي هو ده النيك بتاع الفيمور أكتر ناس معرضين لو حصل الفراكتشور في الحتة دي إنه هو يحصل أفاسكولار نيكروز العلاج إن أنا لازم أعمل هيد ريبليسمنت أثبت الهيد الانتر تركانتريك فراكتشور ده برضو هاي ريسك الأفاسكولار نيكروزيز زيها داي إنك الاتنين دول تحت بعض كده والاتنين دول هاي ريسك للأفاسكولار نيكروزيز الانتر تركانتريك فراكتشور برضو هاي ريسك للدي في تي والبلمونري امبوليزم عشان كده الريكممندد قوي إن نحن نعمل بصت اوبراتف انتي كواجيليشن طيب العلاج بتاعها بيسألني كثير عن العلاج العلاج إن أنا بثبتها طبعا اوبين ريداكشن مع انترنال فتسيشن وبينينج الحاجة الرقم تلاتة اللي هي الفيمورال شافت فراكتشور الفيمورال شافت فراكتشور دي بقى هاي ريسك للفات امبريد ده ده مصري تريتد برضو بالانترنال فكسيشن وبندخل انتراميضالري رود فكسيشن داي ما احنا شايفين كده ده اللي هو الشافت ممكن يحصل الفراكتشور هنا والانتراميضالري رود هو التريتمنت off choice البستيرو الديسلوكيشن للهيب ده برضو نفس الحكاية بيحصل شورتنج للليج لكن بتكون انترنالي روتيتد لج وغالبا لازم هيكون السؤال بيتكلم عن واحد في عربية عمل حدثة خبط ركبته في الطابلوب تعالى العربية فعمل بستيرو الديسلوكيشن للهيب ردت الفيمور فخرجت من او ديسلوكيتد مما كان هايانا الفيرس التب قبل ما اعمل اي حاجة لدي ما اتأكد من سلامة الفياتيك نيرفي البست نيكيستستيب ان انا بعمل اكس راي للهيب العلاج طبعا اميرجنسي داكشن البستيرو الديسلوكيشن نفتكر ان بتحصل معه خبطة مثلا حادث عربية وخبط ركبته في الطابلوب تعالى بالنسبة للتروكانتريك بلسايتس ده بيجيب لي بيشنت ادلت ايج رانر غالبا يعني حد بيجري او بيستخدم يعني الهيب اه كتير وممكن مثلا بيجري على اسطح اه ملتاوية او او اون ايفن دراوند يعني اه فبيجيله بين بيسيب بقى في اللاترال سايد على فوق الجريتر تروكانتر او الهيب او اللاترال سايد يعني في اللاترال سايد البين ده طبعا بيبقى سيفير مع البرشار يعني تندر للبلبشار لما ييجي ينامع على جنبه اللي فيه البين ده بيبقى سيفير فبيانترفير ودسليبينج يعني ده تقريبا الوصف اللي بيجي لي في السؤال يسألني عن التشخيط تروكانترك بيرسايتس الكوز انفلاميشن للبرشار عند الانزيرشن بتاع الجلوتياس ميدياس التريتمينت ان انا بدي نانستيرويدال وممكن اعمل كورتيكوستيرويد انجيكشن اه هنا اللي هي المكان بتاع البين غالبا البين هو بيوصفه البيشنط ان هو هب بين ان هو هب بين لكن بيكون غالبا فوق اللي هو وممكن ياخد معاه والدياجنوستيك ليه ان البينشنط لما بتنضر للبينشن او لما بينام على جنبه اللي هو فيه البين ده بيبقى بينفل او تنضر او كده طبعا ده شكل اللي هو ممكن يجيب ان هو رانر كان بيجري مثلا على ارصفه بعد كده حصل تعديلات في الشارع ولا اي حاجة فغير المكان بتاعه فدخل في اراضي اضراعية وحاجات زي كده فبدأ يحصل اللي هو الاحتكاك ما بين التندونز وبعض والفاشية فعملت له اللي هو الانفلاميشن ده نفتكر انواع الهب بين الهب بين ده مهم جدا في اي امتحان الهب بين لو بسبب الترومة فاحنا عرفنا ثلاث انواع للترومة بيجيب لي في السؤال ان فيه ترومة حصلت بيكون احد انواع اللي هو الفراكشن الفراكشن اللي احنا خدناهم الثلاثة او البروسايتس البروسايتس احنا خلاص خدنا الوصف بتاعها الاستيكارسورايتس برضو ممكن تعمل بين بس بيوصفه انه هو بيديد مع الاكتيفتي وبيقل مع الريست عشان كده عارفنا ان العجيز بيحبه القاعدة على طول التيومر والتيومر بيوصفه ان هو كونستنت بين وبييجي اتنايس غالبا زي ممكن يكون متاساس من الميتة المالكب والميلومة او البروسايت او يكون برايمري ده الاستيو ساركوما في الميرالجيا براسيتيكا ده نفس وصف اللي هو البروسايتس بس هنا فيها براسيديا وتفير بين بيجي عامل زي كهربا كده بيقعد ثواني او دقيق ويروح ده برضو في اللاترال اسبكت برضو للصاي شبه البروسايتس في اللاترال اسبكت وممكن الانفكشن زي سيبتيك هب ولا حاجة او اي انفكشن ممكن يدينا اللي هي الهبين بالنسبة للفات امبوليزم احنا كنا اخدنا ان الفراكشر بتاع اللونجي هون زي الشافت بتاع الفيمر ممكن يعمل فات امبوليزم الوصف بتاع الفات امبوليزم يحصل ازاي في السؤال حيجيبلي في السؤال ان هو بيش انت عنده فراكشر للونجي بون غالبا حيكون فيمر وبعد شوية دخل فقد الوعي جاله كونفيوجن وبدأ يظهر راش بتكي موجودة عليه على الاسكن وفيه ديزنيا وتاكبنيا الديزنيا والتاكبنيا مع الراش والكونفيوجن مع هسترو فراكشر او اللونجي بون ده على طول يخلينا نشك فورا في الفات امبوليزم مش البلموناري امبوليزم الفات امبوليزم انك تستبع على طول لازم اعمل الارترياء البلود جاز حلقة ان الاكسجين واقع هعمل شست اكس ريح حلقة ان فيه انفلتريات عشان ده اللي بيعمل الديزنيا والتاكبنيا هعمل حلقة ان فيه آآ في فات دروبلتز بالنسبة للتريتمينت لازم اعدى على طول وحافظ ان الاكسجين يكون فوق الـ 95% لو فيه هايبوكسيا سيفير طبعاً خلاص يبقى الاكسجين مش هينفع ثانية ممكن اعمل إنتوباشن والميكانيكال فينتيليشن هنا النموذج للسؤال كده تسعتاشر يير قصرت الفيمر من ثلاثة ايام بعد كده بعد ثلاثة ايام ما متهجبتها للطوارئ علشان فيه ديزنيا شرطنسوك بليث مو كونفيوزد يعني مش قورينتد ممكن للبليث او للبيرسن وماتفر او كله وعندها راش موجود وصف الراش هنا والارتيريا بات جاد بيورينا ان الاكسجين under 60 ميليمتر ميركري وقت الدومستلايكلي دياجنوزيس المستلايكلي دياجنوزيس هيكون طبعاً الفات امبوليت ميكورد الانفركشن مش ده الوصف بتاعه بيجيبلك بشيستبين طبعاً وفواحد قولد ايج غالباً البنكرياتيتس بيكون بجاستريك بين ديب كده وبرديتلي الباك الربدوميوليسيس مش هيكون هو ده الوصف بتاع السؤال خالص معاه ده ممكن يكون بيكون غالباً مع تيجر فترة طويلة واقع على الارض او كراش انجليز وهكذا مهم انهم يمتحنون على الاباسكولول نيكروزيس ويركزوا عليه الاباسكولول نيكروزيس له كذلك ممكن يكون الاسكيميك نيكروزيس الاباسكولول نيكروزيس او الاستيو نيكروزيس او الاسيبتك نيكروزيس في كل الاحوال ده بيعني ان البلات سابلاي للبون متوقف او تأثر السبب ان البلات سابلاي اللي رايح للبون يقل في اسباب كتير اول حاجة عارفناها هي التروما عارفنا الانتر اليو كانتريك فراكشار ممكن يعفذ الأباسكولول نيكروزيس عارفنا اه هو الفراكشار نيك فيمر ممكن يقل اها اباسكولول نيكروزيس الرقم اثنين غير التروما اللي هو ٢٨٠٢٠٠٠٠٠٨٠٠٧٠١٦٠ ونمتبه للسؤال اللي ممكن يجي جاي بميشنن بيدين اي مرض يحتاج ان البيشنن ياخذ كورتيكوستو رايد لفترة طويلة والباشن تعالى كورتيكوستيرويد فترة طويلة وبعد كده يقولي جايلي بهبين يبقى انك تستبط طبعا ان انا لازم اعمل اكس راي وبعد كده اعمل الام ار اي لان انا شاكك ان حيكون عنده اه اه افاسكولور نيكروزيس سكندري للكورتيكوستيرويد برضو الحالة رقم ثلاثة اللي هم اللي عندهم الانتي فوسفوليبت سندروم اللي عندهم الانتي فوسفوليبت سندروم معرضين جدا ان هو يحصل لهم الحاجة رقم اربعة اللي هو السيبتيك جوينت احنا خدنا السيبتيك جوينت انه هيجي البيشنت او الطفل بفيفر وسيفير بين في الهيب جوينت في الحالة ديت فورا لازم اعالج لان لو ما تعالجش الطفل في خلال اربعة لستة ساعات هيحصل الاستيونيكروزيس على طول فالعلاج هنا منداتوري وسريع الحاجة رقم خمسة اللي خدناها في ده كان في الاطفال عارفنا اللي هو السن عارفنا الميزه والسن الصغير من ثمانية لحدي عشر ولا لحشر سنوات ده برضو بيحصل في الاطفال وبين بيبقى بروجريسيف وبيزيد مع وبيحصل في الرينج أوف موشن آآ ليميتد الـ 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 نشوف كده سؤال بيشنت تمانية وتلاتين سنة استرويد ديبندن ساركويدوزيس جاي بالمرض ان هو عنده ساركويدوزيس ومعتمد على الاسترويد في علاجه جاي عنده روجريسيف رايت هيب بين بيلكالايز البين في الريت جروين البين ده طبعا الضغط بتاعه هنا بيدينا علامات بيدل على استخدام الكورتيكوستيرويد اول حاجة ان الضغط بتاعه عالي هايبرتنسيف الرقم اثنين فيه اللي هو الراوند فيس اللي هو المونفاشيس اللي تيجي معفتوح الكورتيكوستيرويد والفولنس في السبركلافيكولر اريال بفالو هامب وفيه بيربول استرايي وموجود اللي هو اللي هو المسل باور بلق التقلق في الساي مثلا ده كلها من علامات اللي هو الكورتيكوستيرويد او الكوشنج بيستأني بعد كده طبعا اسر عشرة يبقى مفيش انفلاميشان وواضح هل هو انفلاماترو ارسولايتس اللي انا في انفلاماترو اي ارسولايتس هيستبعد مفيش ما يدول عليه طبعا اسر عشرة الكارتر جيجي نيشان اللي هي الاستيوارسولايتس يعني دي بتيجي في اول دي ايج ديسترابطيب اوف جون فاسكوريتشار طبعا هو ده الحل عشان الاستخدام بتاع الكورتيكوستيرويد هل ممكن يكون انفلاميشان اوف تروكانتريك برسولايتس مفيش ما يدول على ذلك لانه غالبا بيجيب لي ان هو رانر او البين بيكون مع السليبينج على السايت ده او فوق جريتها ستروكانتر ومش هيفسر طبعا اللي هو الانتر تروكانتريك برسول لانتريب دي البلات برشار ولا الحاجات الباقية دي كلها الاورتو اليك اوكولوجين برضو مش هيجي بالوصف ده اه 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 يبقى احنا هنا بنتكلم عن الدتروبشان بتاع البونفاسكوليتش اللي هو الاباسكولونيكروزيس وهو ده اللي يقدر يفسر كل السيمتمز والساينز اللي احنا شايفينها في السؤال